اشتركوا في القناة يمكن البعض من الجينة نحن بيعتبرها أنه خلصونا منها المساعدة مظبوط اليوم دكتور اخترت أنا وياك موضوع تدخلات الأهل بالقرارات العاطفية عند الولاد يعني مع مين عم تظهر مين بتحب وصولها للزواج وهكي وأكيد في مصايب بهالموضوع الحديث ألك صحيح يعني تدخلات كتير الأهل بتدخلوا بانتقاء بناتهم وشبابهم ووليدهم للشريك اللي هو شأن كتير طبيعي ومفروض أنه يتدخل يعني مفروض الأهل يعطوا رأيهم وقالها بيكون مثلا بالعكس يعني بيحتار يمكن الشاب أو الصبي أنه ماما والبابا ما قالوا شي بعد تعرفوا عليا أو تعرفوا عليا وما عطوا رأيهم لا مفروض أنه يعطوا رأيهم هلا هي كيفية تعطي الرأي خاصة إعطاء الرأي عندما لا يكون كما يحلو له أو لها للشاب أو للصبي بعيدا عن الضغط يعني أهم شيء أنه هلا طبعا لما يكون رأيهم إيجابي ما عم نحكي عن الموضوع هيدا رأيهم إيجابي بيضلف عندهم يمكن بعض النصائح لكن لما يكون رأيهم يخالف رأي ابنهم لانتقاء شركته مفروض أنه يكون حديثهم بطريقة إيجابية بعيدا عن الضغط أهم شيء أنه بعيدا عن الضغط بعيدا عن الضغط يعني أنه ما بدي أعرف أنك بعدك عم تظهري معه آه هذا التهديد بلاي يعني ما بدي أعرف معناته حتى هلا بعدين بلحق وتهديد ممكن أول شيء ما بدي أعرف أنك عم تظهري معه طيب يعني أنه بدي أعرف بالسر خاصا أنه الظهرت بالسر هي فقط تخالف إرشاداتك كأم لكن ما فيها بالنسبة لذهنة للصبية أو للشاب ما فيها شيء ضد القيم والأخلاق ليست مسألة أخلاقية أو قيمية لحتى تقول أنا أنا أقدم على فعل ذلك أنه أتعرف عليه هلا الفرق أنه بدلا ما أتعرف عليه عرواء ويكون فيه المواد الخلافية اللي بتطلع بين كل أتنين عم بتعرفهم مع بعضهم ويمكن نفصله لأنه مش هذا اللي هي كانت تتوخيل بتريده لحياتها صارت كل وقت هي يقعد معه عم بتركز على الأهل على سرية اللقاء وعلى كيف بدي أقنع أهلي فيك هي يقعد معه فإذن حتى لو كان هناك بعض الأشياء اللي ممكن تخلق بعض النزاعات بيناتهم رح تطمسها هي حتى لا يتهمه هو أنه شفتها ودي أهلك كذا كذا يعني رح تخبي أكتر رح تخبي أكتر ورح تخبي أهل أكتر وتخفي أو تطلس الأشياء المفروض تختلف فيها أو مفروض تحكي فيها مع أهل لا تاخد رأيهم مثلا مثلا يعني ما عم تتخنع معه ما عم تختلف معه ما دور تتخنع بس أنه حتى تستشير أمه طيب إذا استشارت صديقتها مش غلط لكن صديقتها من عمرة عادة وما عندها خبرة بالحقيقة أكتر منها لحتى تفيدها يمكن ما عندها خبرة أبدا طبعا إلا إذا راح تنتحدى اختصاصه وعلاقات علاقات عاطفية وهذا شيء نادرا بالعادة يعني الرفقة بيصيروا ينسح بروحوا فيه ناس بتروح على على فترة إرشاد قبل الزواج أو علاقات عاطفية فهون بتكون لا أنا بقول للأهل هون أنه خاصا دايما وراء ابنهم يعني خاصا الصبيان بيحرموهم من الوردة من الارث أنه إذا إذا أقدمت على الزواج منها بتعتبر أنه ما إلك شيء عنها طيب أنا حضرتها بالأفليم ما إذا أكتر شيء ما هي الأفليم أو غالبا غالبا مش دايما تاكس الحقيقة وقدا فيه صبايا مثلا بعد كذا سنة الزواج بيوصلوا للانفصال والطلاق بيقول لهم الأهلون أنه شفتي ما قلت لك أنه ما كان خرجك شو جوابة الأمة جوابة الأمة بيكون لو خلتيني يتعرف علي على رواق وعرفت اللي هلأ بعرفه أكيد ما كانت زوجته شو يعني أنه ما خليني يتعرف علي رواق يعني الأهل بقولوا إذا أنا أعطيته مجالة أو أعطيته مجالة وخليتها يمكن تتزوجه لا هي نسبة أنه ما تتزوجه أكثر من نسبة أنه تتزوجه إذا أنت تركتي لها مجالة الضغط هو اللي بيخليها أنه ترمي حالة الصحة التعبير على الزواج طب دكتور كيف ممكن كيف ممكن الأهل إذا شايفين هذا الشخص منه مناسب يمرقوا المساج للولد مدور يمرقوها إلوها متمهية إذا أصلا العلاقة مبنية صراحة بين الأهل والولاد كمان يعني يعني مبنية صراحة أو مش صراحة أنه فيها شيء إذا منقول أنه لأبننا أو لابنتنا أنه أنا ما بلاقيه مناسب إليك لأنه واحد اثنين ثلاثة هلأ خلي ساعتها بنتي خلي ابني يشوف هالإشي هايدي اللي أنا عبضويله عليها بدون الضغط اليومي أو الأسبوعي يعني أنا عدة مرات مش مرة المتركاج يعني النق اليومي عدة مرات مش مرة صارت معي وبقول أنه للأهل بعد في شيء ما قلتي لبنتك بتقول في شيء ما يكدويل علي بالنسبة اللي هي عم بتشوفه وعم بتوعدي وياه بتقول لا طيب أنا بطلب منك اليوم تعمل آخر جال السماعة وطلخصي لك كل ما تقدم كل شيء إلتي سابقا ومو بقى تجيب السيري اللي كيف ليه لأنه تعود تعودوا للأهل أنه يضلوا يحكوا وينقوا بفتكروا إزليت فوق رأسها رح تتركوا رح تتركوا علما أنه لا العكس هو صحيح لما ترجي تعملها ملخص صيدة طبعا كنت تعلقوا أكتر بعد أنا بوثق فيك أنا بوثق فيك لأبني وقلت لك كنت شي عندي وخاصة ما نجي بسيري المستوى الاجتماعي لما نستعمل كلمة يعني عسلمتهم بس مستوىهم الاجتماعي مش من مستوين مجرد نستعمل كلمة مستوى معناتها أنه في حدا أحسى من حدا لا فينا نقول أنه بكل بساطة اجتماعيا نحن مختلفين طب ساعة خلي بنتك وابنك شوفوا كيف هني اجتماعيا مختلفين يعني نكب الفكرة ونخليون هني يستكشفوها أصدق صحيح وعطيهم وقت ما هي أهم شي أنه ياخدوا وقتهم بالتعرف عليه أما مسألة أنه خاصة مجتمعاتنا بالعالم العربي ما بدي أنه تظهر معه كتير قدام من الناس إذا أنا قلت له أوكيك تشفيع مهلك معينتها اجتماعيا منقول تسمى عليه تسمى عليه يعني أنه صاروا مقرون اسمه باسمه قدام من الناس بروحوا بيجوا سوى طب شو لعب ما أنه بالسر أكد له للأم أنه عم تشوفوا بالسر أي أفضل تشوفوا بالسر ولا تشوفوا والبعض يمكن يشوفوها اللي ما بيعرفوك أو تشوفوا بالععلن البعض ممكن يشوفوها والبعض اللي بيعرفوك ممكن يشوفوها ما فيش غلط يعني بهذا الزمن اللي نسبة الطلاق فيه عم توصى بالعالم العربي تقريبا لل 50% 50% أكتر بحيث أنا صارت هو صارت أنه مين عبيب أباس يعني صارت العكس بالعالم العربي يعني حتى نكون محافظيني شوي بالرأي يعني معنات أنه لا هي فترة تعارف يعني فترة تعارف قدي صارت مهمة وقدي الأهل لازم يعرفوا هالفترة مهمة وقدي ضغط لا الأهل عالتا بخافوا من إشي بخافوا من إشي كيف يعني يعني أنه بيعرفوا عنه خبرية بيعرفوا عن خاله خاله للي عم يهر بنته معه أو عمه بيوسموه لقلو عم بتحسسني أنه كأنه الأهل الأوقات ممكن تقديريا يغلطوا ممكن هلأ كمان أنه الأهل غالبا هلأ السوايا والشباب بزعلوا يمكن بس غالبا الأهل معهم معهم أكيد خبرتهم من حيات أيوة خبرتهم من حيات لكن طريقة تعبيرهم بالنسبة للفرد فرد رأيهم على أولادهم هي اللي بتهرب أولادهم منهم هلأ حدا ممكن يقول طيب كيف أنا بدي أقصى لأوقات أبني قدر احكي معهم بهالموضيع هايدي الحميمية نرجع لحديثنا سابقا وسابقا كيف كنت مع أبنك كيف كنت مع أبنك ومع بنتك تختار الوحيد 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 هلأ تأثير هلأ بالستعاش ممكن أنه يبوح بهالشي هايدي هلأ حدا يمكن يقول أنه طبعا هلأ ابني عمره ستعاش أو ابنتي عمره ستعاش وما تقول لي كيف قل لي هلأ شو بدأ أعمل هلأ ما فيه شي مصارحة مصارحة أهم شي بهالعمر هيدا لأنه الوحيد طبيعي بالسن 16 17 18 18 تكري أنه أنا بعرف حياتي أكتر منك يا ماما يعني بعرف حياتي أكتر منك أنه نعطيهم هالحق هيدا أنه مظبوط أنت تعرف شو بدك لحالك أكتر ما أنا بعرف شو بدك لحالك بس نفس الوقت خليني أعطيك هالكم نصيحة نصيحة وممكن نعطيهم النصيحة ونتركن يجربوا شوي أكيد لأنه في فرق بين نصائح وأوامر طبعا نحن نحكي عن نصائح أما مثل ما قلت سابقا أنه الضغط وأوقات بيقطعوا التواصل مع أولادهم سربلو هابته للبابا لأنه إذا عارف بيصير بنته تاخد مجال أكتر بدل ما يكون البابا يضويل على الناحية الشبابية الذكورية من العلاقة يعني البي ممكن يقول شي والأم تقول شي من منزار والبي يقول شي من منزار بدل نكون علاقة هايدي هلأ بقول أنا لحي ببلش من جديد يعني كان في تعاطي سلبي بهالموضوع خلينا هيك فرصة نجد تعم بلش من جديد نعم أوكي وبما أنه الطريقة السابقة طبعا الضغط ما مشي حالها خلينا جرب السلوب الانفتاح والأخذ العطب طريقة فوق الطاولة لأنه بالنتيجة لما تناه يتزوجوا رح يكونوا أمام كل الناس طب لا لما يتعرفوا يعني بدي بلش أختم دكتور إذا الولد ضل مصر إذا عم نوصل لزواج ارتباط ونحنا شايفين هذا الشخص غلط بس هو مصر نتركه خلاص يعني ما فينا نقف بدربه برأيك كأهل نتمنى عليا وعليا أنه يطولوا بفترة التواعد والخطبة خلي فترة الخطبة تطول الأكتر بيقاف إن خطبة إذا طولت ما بليمنى الأهل بس فينا نترك آخر شي هذا الإنسان يلي ناضج بمحل ما ياخد يتحمل يعني قرار أراره الصبية عمرة 25 وفوق والشاب عمرة 30 غير ما يكون عمرة 19 وعشرين طبعا أكيد هون يعني بتحملوا مسئلة قراره من 19 وعشرين نحن كأهل ما فينا نخلين نروحوا بهالمنحة اللي هني راحي فيه أوكي منجرب بأسلوب سلمي أوكي دكتور بدأت شكرك بعد موضوع كبير أكيد رح يكون لنا حديث بل كجانبية حوله ونحكي بأكتر بدأت شكرك شوفك أنا تانيل جاي رح نتابع صباح اليوم وفقارتنا هلأ بالقانون